الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقاً وسعادةً ورفعة درجة وعزاً في الدنيا والآخرة وبعده فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ننهي به بإذن الله عز وجل كتاب الأذان فليشرع القارئ أشكوراً في قراءة أحاديث الباب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة هذا الحديث فيه بيان فعل ابن عمر في كونه كان يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة وقد روى الإمام مسلم في صحيحة في آخر كتاب الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة بصلاة أخرى حتى ينتقل أو يتكلم ولذا قال العلماء بأنه يستحب للإنسان عند أداء النافلة ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة وقد أوجب بعض أهل العلم هذا وبعض العامة يظن أن السبب في هذا هو أن تشهد له بقاع كثيرة بكونه قد صلى فيها والذي يظهر أن مقصود الشارع في هذا الباب أن لا تختلط النافلة بالفريضة فإنه متى كان الناس يؤدون النافلة بعد الفريضة مباشرة قد يكون من آثار هذا مع طول المدة أن يزاد في الفريضة من هذه النوافل ما ليس من الفريضة ولذا قصد الشارع أن يفصل بين الفريضة وبين النافلة ومثل هذا في باب الصيام فإن آخر الصيام يكون يوم العيد عيد الفطر وقد حرم صيامه وقبل صيام رمضان يكون هناك اليوم الذي يشك فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه في حديث أبي هريرة المتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين ومن هذا المنطلق نهى الشارع عن وصل صلاة الفريضة بصلاة نافلة لألا يظن بأنها منها مع طول الزمن ولكن إذا كان هناك فاصل من كلام أو حديث أو نحو ذلك فلا حرج في أن يصلي الإنسان النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة نعم أحسن الله إليكم قال عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخط رقاب الناس ودخل على بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فما لبث أن خرج عليهم فرأى ما في وجوه القوم أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت وأنا في صلاة شيئا من تبر كنت خلفت في البيت من الصدقة عندنا فكرهت أن يمسي عندنا وأن يحبسني فأمرت بقسمته قوله هنا صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن المأمومين يصلون خلف الإمام ولا يكونون بجواره ولا أمامه وقوله بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فيه أنه بمجرد الفراغ من الصلاة يجوز للإنسان أن يقوم ولا يكون من الواجب عليها أن يذكر أذكار الصلاة وإن كانت هذه الأذكار مستحبة وفيه أنه إذا عرض للإنسان الحاجة التي تقتضي سرعته خصوصاً إذا كانت لمعنى شرعي فلا بأس أن يقوم مسرعاً بعد الصلاة وفي الحديث جواز تخطي رقاب الناس إذا كان لمصلحة شرعية فإنه قال فتخطى رقاب الناس ومن هنا قال الإمام البخاري باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد وقال من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم وفي الحديث أن بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في جهة القبلة وأنها كانت في غير جهة القبلة وفي الحديث نسبة بيوت الإنسان إلى زوجاته ونسائه ولذا قال حجر نسائه مع أن هذه البيوت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن الإنسان قد يذكر الشيء في الصلاة قد يفكر فيه فلا يبطل ذلك الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تذكر هذا التبر وهو في صلاته وفي الحديث أنه إذا ظن الإنسان أن الآخرين قد استغربوا من فعله وعمله فلا بأس أن يبين لهم سبباً عمله ليزول عنهم سبب التعجب الذي يكون لديهم وقوله من تبر وشيء من معاد إما من ذهب أو فضة أو نحاس وكان قد ذكر أنها بقيت في البيت وفي الغالي بأنها من ذهب فأراد أن يبادر إلى إخراجها وفي الحديث مشروعية المبادرة هي لا يخراج الصدقات التي تريد إلى الإنسان وفي الحديث أن الإنسان متى أمر بقسمة الصدقة وسلمها لمن يقسمها بريت ذمته بذلك وفي الحديث استحباب تعجيل الصدقة في يومها وترك تأجيلها عن يومها حسن الله إليكم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته يرى أن حقاً عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير ما ينصرف عن يساره في الحديث ذكروا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من الانصراف في الصلاة وفيه أنه بعد فراغه من الصلاة المفروضة يترك جهة القبلة وينصرف إلى جهة المأمومين ويضع القبلة خلفه وفي الحديث أنه لا فرق بين انصراف الإنسان من الصلاة عن جهته اليمن أو عن جهته اليسرى أثابكم الله قال عن ابن عمار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن أكل لحوم الحمر الأهلية وقال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا نعم قوله في هذا الحديث نهى يوم خيبر فيه دلالة على تحديث العالم في الغزوات والمعارك وبيان الأحكام سواء كانت متعلقة بأمور الغزوة أو بغيرها وقوله نهى عن أكل الثوم الأصل في النهي أن يكون للتحريم ولكن في الحديث قرينة دلت على صرف هذا النهي عن التحريم ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من الثوم فلا يقربن مصلانا فدل هذا على أنه إنما نهى عن لرائحته فدل هذا على جواز أكله وأن المقصود بالنهي عدم شيوع رائحته عند الآخرين وفي الحديث استحباب أن تكون رائحة الإنسان طيبة محبوبة وفي الحديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقد جاء في الأحاديث ما يدل على تحريمها فقد جاء في صحيح مسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أمرهم بإكفاء القدور وإلقاء ما فيها من طبخ للحوم الحمر الأهلية مما يدل على تحريمها وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان متأكل من الثوم في غير أوقات الصلوات بحيث يمكن زوال الرائحة قبل ذهابه للمسجد فإنه لا حرج عليه في ذلك وفي الحديث الأمر بتحسين الرائحة وتجميلها عند ذهاب الإنسان إلى المسجد وقد استدل طائفة بهذا الحديث على عدم صحة الاستدلال استدلال الحنفية على وجوب الأضاحي بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا فإن الحنفية يرون وجوب الأضحية ويستدلون عليها بهذا الحديث فقال لهم الجمهور بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسكيدنا ولم يدل ذلك على وجوب تركي أكل أثوم نعم حسن الله إليكم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يغشانا في مساجدنا وليعتزلنا وليقعد في بيته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربها إلى بعض أصحابه كان معه فقربها إلى بعض أصحابه فلما رأاه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي في الحديث كرهة أكل ما فيه رائحة يتأذى منها الناس ومنها الثوم والبصل إلا أن يتمكن الإنسان من إزالة رائحتهما وفي الحديث أن من كان عنده رائحة غيره محبوبة عند الناس كرائحة الثوم والبصل فإنه لا يأتي إلى المسجد وفي الحديث دلالة على أنه يجب على الإنسان أن يمتنع عن هذه الروائح قبل أوقات الصلوات المفروضة فإن الصلاة المفروضة يجب أداؤها في المساجد فدل هذا على أنه يجب ترك هذه الأمور التي لها رائحة قبل أوقات الصلوات وقد استدل طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على عدم وجوب الصلاة في المسجد ولكن قد جاء بالتصريح بإيجاب الصلاة في المسجد عدد من النصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب وفي الحديث أن من كان يؤذي الناس بأي نوع من أنواع الأذى فإنه يجتنب مواطن اجتماعهم لألا يؤذيهم وفي الحديث أيضا جواز وكل البقول بأنواعها وفي هذا أيضا التعريف ببعض الأحكام التي يستدل عليها بدلائلها وعلاماتها نعم ثابكم الله قال عن عبد العزيز بن صهيب قال سأل رجل أنا سأرضي الله عنه ما سمعت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يقول في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا أو لا يصلين معنا هذا الحديث يؤيد ما سبق من الحديث السابق من كراهية أكل الثوم والبصل والكراث مما يكون مؤسرا على رائحة الإنسان وأنه يستحب بل يجب على الإنسان اجتناب ما فيه رائحة مؤذية قبل أوقات الصلوات نعم حسن الله إليكم قال عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال من هذا قالوا فلان وأخبروه فقال أفلا آذنتموني ما منعكم أن تعلموني قالوا كنا دفناه في الليل فكرهنا وكانت ظلمان نوقذك فنشق عليك فأتى قبره فصل عليه فقام فصفهم وصففنا خلفه فأمهم فكبر أربعا قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنا فيهم قوله هنا مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده أن يزوره زيارة المريض في هذا دلال على مشروعية زيارة المرضى ومشروعية تكرار الزيارة لأن لفظة كانت فيه الدوام والتكرار وفي الحديث أن من مات بالليل يستحب تجهيزه بليلة وعدم تأخيره إلى النهار كما فعل الصحابة وفي الحديث جوازوا صلاة الجنازة ودفنوا الأموات بالليل وأنه لا حرج في ذلك خلافا لبعض التابعين وفي الحديث أيضا جوازوا أن يقبر الإنسان وحده في مكان بعيد عن المقابر إذا كان في المقبرة وفي الحديث سؤال الإنسان عن ما يحدث حوله من الوقاع ومن متغيرات الأمور خصوصا إذا كان له ولاية كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال متى دفن هذا وفي الحديث أيضا السؤال عن أخبار الآخرين وما حصل عندهم وفي الحديث جوازوا الإعلام بموت الميت من أجل أن يصلى عليه وأن يشارك في دفنه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا آذنتموني وفي الحديث أيضا أنه يراعي لإنسان ما يكون عند غيره من ظروف ولذا لم يوقظ الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله وفي الحديث دفن الميت في الليل المظلم وأنه لا حرج في ذلك ولذا قال وكانت ظلمة وفي الحديث جوازوا أداء صلاة الجنازة على القبر بعدما دفن إذا لم يكن الإنسان قد صلى عليه قبل ذلك وقد قال طائفة بأن هذا يكون إلى شهر كما هو مذهب الإمام أحمد لأن الحديث قد ورد بالنهي عن الصلاة في المقابر وفي الحديث مشروعية صف الناس في صلاة الجنازة ليكونوا منتظمين كما يصفون في صلاة الفريضة وفي الحديث أن المأمومين في صلاة الجنازة يكونون خلف الإمام وفي الحديث استحباب صف الصفوف خلف الجنازة ليكون ذلك سبب من أسباب قبول شفاعة المصلين في هذا الميت وفي الحديث مشروعية تكرار صلاة الجنازة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على هذه الجنازة جماعة وكانوا قد صلوا عليها قبل ذلك وفي الحديث صلاة صغار الصن على الجنائز كما هو الشأن من ابن عباس رضي الله عنهما وفي الحديث ذكر ما يتعلق بوضوء الصبيان فإن ابن عباس لم يصلي إلا وقد توضأ وفيه ذكر ما يكون من غسلهم واغتسالهم وطهورهم وفيه حضور الصبيان مع الكبار في الصلوات العامة من صلاة الجنازة وصلاة الجماعة وصلاة العيدين ونحو ذلك من الصلوات التي تكون في مجامع الناس نعم هابكم الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد المراد بالغسل تعميم الماء على كافة البدن والجمهور لا يشترطون الدلك فيه واشترط مالك الدلك فيه وقوله الغسل يوم الجمعة دليل على أن غسل الجمعة إنما يبتدئ من الفجر وأنه لا يدخل في حكم الاغتسال الذي يكون بالليل لأن هذا غسل ليلة الجمعة وليس غسلا في يوم الجمعة وقوله واجب ظاهره أنه لازم يأثم تاركه ولذا قال بعض أهل العلم كبعض الظاهرية بأن غسل الجمعة واجب وجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة وعلى أنه من المستحبات ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة والغسل أفضل وقد ورد في أجور يوم الجمعة في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال من توضى يوم الجمعة الحديث قالوا فدل هذا على أن الوضوء كاف وحملوا قوله واجب في هذا الحديث على أن المراد به أنه متأكد وأنه ليس المراد به الوجوب الاصطلاحي وقوله على كل محتلم يعني على كل بالغ فهذا يشمل الذكور والنساء واستدل به على اختصاص هذا الحكم بكبار السن لكن جمهور أهل العلم يرون استحباب غسل الجمعة حتى لأصبيان وقوله أن يستن يعني يأخذ السواك ويستعمله وفيه استحباب استعمال السواك وتأكد استحباب في يوم الجمعة وفي الحديث الترغيب في الطيب وخصوصا في يوم الجمعة حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنه معن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وكانت امرأة لعمر رضي الله عنه تشهد صلاة الفجر والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله في هذا الحديث جوازه خروج النساء إلى المساجد بالليل وفي الصباح وفي الحديث أيضا أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن الزوج وفي هذا دلالة على أن عقد الزوجية يلزم المرأة بالبقاء في بيت الزوجية وأنها لا تخرج إلا بإذن من الزوج أو شرط عليه في عقد النكاح فيكون من مقتضى عقد النكاح بقاء المرأة في بيت الزوجية لأنه إذا ألزمها بالاستئذان في الخروج للمسجد تل هذا على إلزامها بالاستئذان للخروج إلى غيره وقوله فأذنوا لهن هذا فعل أمر والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب وبالتالي يجب على الزوج أن يأذن لزوجته متى استئذنته للخروج إلى المسجد وفي الحديث أن الإنسان يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على محبوبات نفسه فيفعل ويمتثل الأمر ولو كان مكروها لنفسه وقد كان عمر يمتثل الأمر بذلك مع أنه كان يكره خروج نسائه ويغار عليهن وفي الحديث ذكر ما يتعلق بالنساء عام في أمر المساجد فإن قوله لا تمنع إما الله يشمل الصغيرات والكبيرات إذا لم يكن هناك خوف عليهن وقد استدل الإمام البخاري بهذا الحديث في مسألة غسل الجمعة فقال باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم حسن الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل في هذا الحديث إثبات بقاء الرخصة وأن الأصل جواز خروج النساء للمساجد لأداء الصلاة جماعة وأنه لا حرج علينا في ذلك وفيه تأكيد ما ورد به الشرع من استحباب أن تكون صلاة المرأة في بيتها وأن صلاتها في البيت خير لها وفي الحديث ذكر ما كان من شأن بني إسرائيل بمنعهم نساء من حضور المجامع العامة لأداء العبادات وقد قال فقهاء الحنفية بمنع النساء من الذهاب لصلاة الجمعة والجماعة بناء على هذا الحديث فرأوا أن المرأة خصوصا الشاب لا تخرج إلى الصلاة لما ورد من المنع في ذلك والجمهور على خلاف قول الحنفية يرون أنه لا حرج على النساء في أن يشهدنا الصلاة الجماعة والجمعة والعيدين في مجامع الناس وحديث الباب إنما هو اجتهاد من عائشة رضي الله عنها وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وما سبقه من الأحاديث أمور صريحة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للنساء بالخروج للمسجد والصلاة في المساجد بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين نسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين لمشارك الأرض ومغاربها اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم وألف ذات بينهم وابسط لهم في أرزاقهم وافتح لهم سبل الخيرات واهدهم بهداية من عندك كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين